هاي كيف كون بطمناتكم بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الدور راح حاول احكي فيها لحوال العاطفية لعلك وللحبيب كذلك راح تحدث كذلك عن العزيب هاد القراءة انطبق عن البرج الشمسي قمري طالع وفي امكانية ان تقول قراءة عكسي اوكي بداي ايضا يا برج الدور عمشوف طاقتك كأنه عم تراقب الشريك اليك مدة وانت يعني لحالك يعني كأنه عم تلملم جراح نفسك او عيش لحالك اوكي او عم ترمم حياتك وعمشوفك في طاقة مراقبة للشريك عم تراقبه للشريك وفي حنين لهذا الانسان عمشوفك عم تحن انه تكون معه او يعني كاملو حياة تكون مع بعض لانه كأنه عم تتذكر ايام حلوة كانت مع بعض او في ذكريه جميلة مع الشريك في حب كبير عم يجي مع بينك وبين هذا الانسان اوكي عمشوفي طاقة مراقبة وطاقة حنين للماضي وللشريك كذلك عمشوف هذا الانسان ممكن هذا الانسان يكون شخص اللو منصبي كتير عالي وشخص ناجح ماديا ممكن يكون برج الجديد وكذلك ممكن يكون ابراج ترابية عمشوفوا لهذا الشخص ناجح ماديا وعنده مرتبة علية بالدولة اذا كان بيشتغل بالدولة اذا ما كان بيشتغل بالدولة فعنا عمشوفوا حدا بيشتغل بكل ما يخصوا بالتجارة وبالاموال وكذا هيك يعني عمشوفك كذلك ممكن عم تجمعك علاقة كتير وطيدة مع هذا الانسان للبعض منكم بقول للبعض ممكن تكون علاقة جنسية او علاقة شديدة تتعلق انتم تتعلقين مع بعض هو كذلك يشعر بتعلق شديد ممكن يحس براغب شديدة لالك ممكن يحس انه يحتاجك مو فقط كشخص حتى الجسديا ممكن يحتاجك كاش انسان اوكي عمشوف كذلك في رغبة اذا كنتم مبتعدين عن بعض في رغبة لا اصلاح الامور في رغبة لا تسويط امور عالقي بينكم عمشوفوا لهذا الانسان كذلك يحمل كتير من الالام تجاهك او كتير من الوجع تجاهك عمشوفه كأنه شخص متألم من جواته يشعر بانه يتمقصه بحياته محتاج لعلاق وكذلك عمشوفه كأنه كانت في مشاكل بينيه تكونوا خلت العلاقة تنتهي او كان في تجريح كلامي او في تجريح خاص لانه عمشوف مكسر القلب ممكن هذا الابتعاد خلاه ينكسر اكثر واكثر عمشوفه كذلك على انه يريد يرجع الامور يريد اصلاح الامور ممكن اذا بينيه تكون اطفال وانتو كنتم متزوجين يريد الصلحة ويريد يرجع الامور اذا كذلك كانت علاقة بس علاقة حب فانه عمشوفه يريد يعني عنده نية انه يرجع العلاقة الا ما كانت اليه او احسن كذلك عمشوفه لهذا الشخص رح ياخد خطوة اوكي رح ياخد خطوة تجاهك او تجاه العلاقة انه يصلحها انه يعمل خطوة او او اصلاح هذه العلاقة ممكن بدتو ارجاع علاقة اوكي عمشوف في شو علي في متقد هادا الانسان انه يخلي العلاقة ترجع الى شغفة الاول او ترجع العلاقة من جديد حيه ممكن تتعاملون مع برج الدور او برج العساد او تتعاملون مع ابراج عمشوفكن عم تتعاملون مع ابراج ترابية بشدة او ابراج مع عمشوفكن عم تتعاملون مع ابراج المائية عم تتغيح على هذه القراءة العبراج المائية والطرابية بس عمشوفه لهذا الانسان كتير راغب انه يحسن الوضع انه يصلح الامور ممكن انت كشخاص عمشوفك لك مدة وانت عم تنتظر لهذا الانسان ممكن تكون حتى كذلك اربع سنوات او حتى اربع شهر وانتو مختلفين او مبتعدين عن بعض كذلك يظهر على انه في مدة زمنية طويلة وانت عم تنتظر لهذا الشخص كأنه انت مليت حصل لك يعني كأنه حصل لك مليت انه هذا الانسان ممكن ما رح يرجع لي اوكي ممكن ما رح يكون معه عمشوفكم كذلك تتمنون كل ليلي وكل يوم عم تدعون الله عشان يرجع هذا الانسان لحياتكم ممكن عم تجسسوا عليه عم تطلعوا على صوره عم تشوفوا حالته ممكن عم تشوفوا على سوشال ميديا شو اخبار وشو الجديد طبعه يعني عم شوف طاقة مراقبة كتير من ناحيتكم انتو يا اسحاب برج الدور عم شوف كذلك على انه ممكن انت كشخص يا برج الدور محتفز بكرامتك عم شوف في احتفاظ للكرامية او في كرامية عالية جدا عم شوفك لن تخطو خطوة الى الامام مع هذا الانسان اذا لم يبطي خطوة هو الاول ممكن هو يعني واخد الامر بتمهن عم شوفك كذلك عندك كرامة كتير عالية وعم شوفك يعني محتفظ بمشاعرك للك رغم انه في حنين لهذا الانسان وانت عم تراقب لهذا الشخص وبدك يعني شيء يغير الامور او يعني او يعني قدر يحصل شيء بالحياة انه يجمعكن مع بعض بس ما عم شوفك عم تعبر بالمشاعرك لهذا الانسان ممكن محتفظ بمشاعرك وممكن ما عم تبدي اشياء الخافية تجاه هذا الانسان اوكي عم شوف كذلك عندك رغبة انه يكون في زواج اذا انت من الاشخاص اللي بعلاقات بعلاقات حب فانا عم شوفك في رغبة شديدة وملحة انه انه تكون في علاقة زواج في علاقة ود في علاقة يعني سيريوس يعني في علاقة جدية بينتكن يعني مختومة بالزواج لان انا مشوف نيتك او الرغبة لتبعك برجل الثور انه يكون في زواج اوكي في كوميتمنت بس انا ملاحظ شيء في نوع من الغرور بالعلاقة كارنو انت اوكي يعني المخاطر يعني مخاطر الامور على قلبك وم بدك يعني اصلاح كذلك هو يعني واخد الامر او ما بده لامر خطوه لانه كرامتو ما بتسمحلو في غرور او في نوع من الايغو كتير عالي بهذه العلاقة كل واحد عم يحكي لانا مش ممكن اعمل خطوة تجاه هذا الانسان لانه هو جرحني هو كسرني هو عمل كذا وعمل كذا وانا ما رح اعمل خطوة حتى هو يجي يطلب مني سامح هو بذات الشيء يعني هو عنده نفس الكونسبت او نفس المبدع عم يشوف على انه هو اللي مجروح هو اللي مطعون بقلبه هو اللي في كسر بقلبه وانت لازم تصلح الامور كذلك عم يشوف على انه دعوة عندك دعوة للاستشفاء اوكي ممكن هذا العلاقة اخدت كتير منكن وجرحت لكم قلبكن وممكن هذا هو السبب اللي خلاكن في نوع من الكبر وفي نوع من الايغو كتير عالي عشان في كل واحد جرح الاخر وكل واحد عم يشوف الاخر هو اللي غلط ولهيك انتو مقادرين ابدا انه يعني تعملوا خطوة للعميم او تنجحوا العلاقة او تصيروا بمستوى كتير عالي اوكي بالعلاقة لانه كل واحد عم يشوف الاخر مغلط لهيك عم يضعوك الورق انه تتشافوا من كل هاد الالام ما في شيء بقلبك حاول انه تتشافى او ممكن فيك تحكي معه بتقله اللي بقلبك وتقله اللي جرحت ماتجاه هذا الانسان اوكي ممكن عم تخفو مشاعركن وما عم تحكوها لبعض اوكي واذا حكيتو مع بعض ممكن تحكوه بكلام جارح او كلام قاسي اوكي وهذا اللي خلي العلاقة لسوق كمين هون بيقلك المسامحة والتعلم اوكي كانو في بيقلك بيقلك انو لازم تعمل اعادة واستشفاء لكل ما هو مضى اوكي وتستفيد من التجارب السيئة اللي عشت مع هذا الانسان لتصبح بالمستقبل علاقة جيدة اوكي كأنو دعوة للمسامحة والتعلم من الاخطاء الماضية اذا عندكم اخطاء بالعلاقة يعني بالماضي حاولوا انو تعالجوا الامور تعالجوا العلاقة وتتطوروا اكثر اوكي تصلوا الى مرحلة انو تنجحوا العلاقة انو تطوروا العلاقة اوكي وتتعلموا من الماضي مش مشاكل الماضي العيدة هي ذاتة اوكي عمشوف كذلك عمشوف في كبر اوكي اذا انت بتنتظر عوضة الحبيب بشهر معي ما عمشوف اوكي بالمستقبل البعيد عمشوف الانسان عم يخطي خطوة امام لاصلاح الامر اوكي بس بشهر معي عمشوف فيه في طاقة غرور في طاقة مقاومة هذا الانسان عم يقاوم مشاعره عذا الشخص عم بيكبح مشاعره بيكبح يعني للخطوات اللي رح تأتي للامام بيحاول انو يمسك اصابه او يمسك حاله انو ما يحكي معك بس حمد رغبة شديدة وملحة انو يكون معك اوكي كذلك عمشوف اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عمشوف الحضوط رح تلعب لعبة معك عمشوف لأصحاب العزة برج التور عمشوف الحضوط بجانبكن ممكن تلتقوا مع شخص كتير حلاوة كتير جميل يتصف بالجمال يتصف كذلك بشخصية اللوي قيل المتكلم الجميل ممكن انتو تتعاملوا مع ابراج مائية ممكن كذلك عمشوف على انو هذا الانسان ممكن يكون من الابراج المحكومة من كوكب الزهرة اللي هني مثل كون برج التور او برج الميسان اوكي عمشوفك يا برج التور بالرغم انو في شخص عم يتقدم لعلك او في خطوة الامام تجاهك عم يعمل خطوة تجاهك عمشوفك انت شخص يعني مبتعد كأنو اخدت كتير صفحات على مدى السنين السابقين او العلاقات الماضية مكانت جيدة معك فانت حاولت انو يعني تبتعد عن الشريك او تبتعد عن العلاقات لحكي عمشوفك مبتعد او بطاقة الابتعاد اوكي فعم حسك كأنو في دبابية او في عدم رؤية واضحة للعلاقات كأنو انت ما بلشت ما صرت دفم اصلا كيف عم تمشي العلاقات او صرت عم تتساءل هل هو المشكل منك او المشكل من الشريك الاخر فعمشوفك مبتعد وما عايز او مرايد ابدا انو تدخل بعلاقات لا هيك عمشوفك مبتعد بس عمشوف انو في شخص مناسب رح يعني رح تحصل عليك ممكن انت عم تنظر لهذا الانسان على انو شخصية مثلا كأنو عندك شكوك تجاه هذا الانسان او عم تشوفو على انو شخصية متلاعبة وممكن تشوفو شخصية مثلا متعددة العلاقات ولا هيكش عمشوفك يعني في تهربك اكثر اوكي عم تتهرب من العلاقة ومعايز انو تمشي بالعلاقة لابعاد من المتصور وعمشوفك بتبداعد عشان انت عم تشوفو غير صالح لعلاق بس عمشوفو شخص كتير اللي بيقبل كلام وكتير انسان رح يعتيك امل اصلا بالعلاقات عمشوفو شخص متلاحف انو يكون معك وشخص متلاحف انو يكون باقرب وقت معك اوكي عمشوفو يعني في رغبة وفيش يعني في رغبة شديدة انو يكون هذا الانسان حتك بس ممكن كذلك يكون هذا الانسان المناسب اوكي عم تطلع كتاقات عندي برج الحوت عمشوف برج الاساد عمشوف ابراج مائية بشدة وابراج ترابية اوكي عمشوف كذلك برج الجدي هايدي كتاقات عمي انا هكي عم يطلع عندي او كذلك عمشوف على انو لا اصحاب برج التر ممكن تجي فرصة كتير ذهبية لالكن اوكي بهذا الوقت بشهر معي كأنو في فرصة انو في ربح او في اه علاقة اه جميلة جدا او مثلا حدا يعني تتعرفوا عليه يحكي لكم انو بدو شراكة مهنية معكن ويكون هذا الانسان اه شخص رح يرفعكن اه لمستوى عالي لانو عم تطلع يعني كأنو في رفعة بهذا الشهر رح تحصل لالكن او رح تلتقوا مع انسان اه رح اذا ما كان حتى علاقات فانا عمشوف على انو اه ممكن تعمل اه شراكة مع انسان اه تخليك انسان غني او تخليك انسان اه في مراتب عالية اوكي عمشوف طاق يعني هالشهر رح يكون شهر جيد بالنسبة لابراج التور طبيعي لانو هيدا الشهر رح تمرق الشمس من برج التور وح تكون الطاقة كتير اه قوية اه وداعمة لابراج التور اوكي بتمنى لكم كل الخير والمسهرات هيدا كأنو رؤوس اقلام لابراج التور او اه الطاقة العامة بهذا الشهر بتمنى لكم كل الخير اه ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكواب لقناتي وشكرا لعلكم اشتركوا في القناة